بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم ثم أما بعد أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات مراحلنا الدراسية المختلفة مع النشاط الصيفي بوزارة التربية والتعليم منصة البس المباشر إن شاء الله بإذن الله هنتكمل النهاردة للأسبوع الثالث على التوالي كل خميس الساعة 6 مراجعة النحو مش مراجعة ولكنها مجرد تذكير بالقواعد الرئيسية التي نستخدمها في الإعراب كل واحد زي ما اتفقنا وزي ما بنعمل كل مرة يعرف اسمه ويقول هو في سنة كام علشان وإحنا بنشرح أقول لك الكلام الخاص بالمرحلة اللي انت فيها إن شاء الله هستنى منكم طلاب وطالبات نكتب كل واحد يكتب اسمه ويكتب هو في سنة كام على بركة الله نبدأ كده على ما تكتبوا الأسامي وتكتبوا المراحل اللي انت فيها شايفين كده الشكل قدامنا الشكل ده بيجمع كل حاجة مراجعة سريعة كده على الجملة الإسمية وده الكلام اللي موجود من أول كان ثلثة ابتدائي لجملة الإسمية والجملة الفعلية اللي بتبدأ باسم وبتبدأ بفعل لما الحد ثلثة سنوي اللي هو أنواع خبر الجملة الإسمية الجملة الإسمية دي دايما ركنين أساسيين اللي هم المبتدأ والخبر وأي جملة إسمية أو أي جملة أنا مش فاهمها يبقى مش جملة شرط في الجملة عشان أقول جملة لازم أكون فاهم وعارف أنا بقول إيه بالزبط إنما لو كانت لو كانت مش مفهومة يبقى دي مش جملة يبقى ندي نقصها حاجة يبقى ده مبتدأ آه بس لسه الخبر بتاعه معرفش هو فين أو ممكن يبقى فاعل لكن معرفش لسه الفاعل بتاعه فين فالجملة الإسمية بتتكون من مبتدأ وخبر وشرط إن نكون فاهمها وتكون الجملة التمة في المال فلما كشوف الجملة الإسمية بتتكون من مبتدأ وخبر إيه هو المبتدأ؟ المبتدأ ده بيجي اسم معرفة في بداية الجملة أو بيكون ضمير في بداية الجملة يبقى المبتدأ بيكون اسم معرفة أو ضمير اسم معرفة أو ضمير طيب الخبر بيكون مفرد أو خبر جملة أو خبر شبه جملة دي أنواع الخبر خد بالكم عشان عندنا درس مهم جدا 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 في أولئة دادي وطبعا طبعا أنا خدته في أولئة دادي يبقى هيفضل مكمل معايا بعد كده في بقية الدروس احنا معنا معاز صف الخامس الابتدائي ومعنا سارة سنة ستة خد بالك يا سارة عشان عندك الدرس ده في سنة ستة وهو درس مهم وبس ما له سنة تانية سنوي عندك الدرس ده من بسملة وعمر ياسر أولا سنوي عام أولا سنوي عمر عندك بردو الدرس عمر أولا إعدادي عندك بردو الدرس دا يا عمر تاني درس عندك على طول التاب لا مشكلة التاب مش عارف فيها بصراحة دي حاجة خاصة عندك من المدرسة سما دخل ستة ابتدائي فاهمة كل الضمائر من معادة درس فاهمة كل نحو معادة درس الضمائر المتصلة لما تتصل بفعل أو قسم أو حرف تعرب طيب بص يا سامن أولا ستة ابتدائي انت ما عندكيش اعرابة الضمائر اعرابة الضمائر ده موجود في أولادات الترمي التاني بس بردو هقوله لك بسرعة وبسهولة ويريد نكتب معايا بسرعة تمام؟ عشان خاطر سما دخل ستة ابتدائي درس مهم جدا 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 ومهم من أول ستة ابتدائي لما الثالثة سنة وبردو الضمير أي ضمير يتصل بإسم يعرب مضاف إليه طبعا اعرابة كامل ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه مش عايز بتعرفي ده دلوقتي يا سامن لكن أي ضمير يتصل بإسم يعرب مضاف إليه ها كتبنا خلاص أي ضمير يتصل بإسم يعرب مضاف إليه هذا أول حاجة ثاني حاجة أي ضمير يتصل بفعل يعرب فعل أي ضمير يتصل بفعل يعرب فاعل ما عدا كاف هيه يه تعرب ما فعل به تمام معايا؟ يبقى أي ضمير يتصل بفعل يعرب فاعل ما عدا كاف هيه يه تعرب ما فعل به لا بالنسبة لي الفعل أي ضمير يتصل بكانة وأخواتها ودي لسا تاخدها سمى السنة دي بس للناس اللي عرفاها اللي عدت سمى السنة أي ضمير يتصل بكانة وأخواتها يبقى ضمير متصل في محل رفع اسم كانة معا طبعا تأنيس أي ضمير يتصل بكانة يبقى اسم كانة أي ضمير يتصل بإنة يبقى اسم إنة أي ضمير يتصل بإن يبقى اسم إن نستنى كده إيه؟ نستنى حرف الجر أي ضمير يتصل بحرف جر يبقى اسم مجرور طب هو في ضمير يتصل بحرف الجر طبعا ده بيقى بنا كتير جدا علي ك تمام؟ من إليه في ك تمام؟ أي ضمير يتصل بحرف جر يبقى اسم مجرور أرجع لهم تاني بسرعة أي ضمير يتصل بإن باسم يبقى مضاف إليه أي ضمير يتصل باسم يا كتابي كتابك كتابه كتابهم كتابنا كتابكم كتابهن أي ضمير يتصل بإن باسم يعرف مضاف إليه أي ضمير يتصل بفعل يعرف فعل معادة كاف هي تعرف مفعل به تمام؟ أي ضمير يتصل بك واخواتها يبقى اسم كان مرفوع. اي ضمر يتصل بانه يبقى اسم انه منصوب. اي ضمر يتصل بحرف جر يبقى اسم مجرور. اظن ما فيش اسهل من كده. وهو ده ملخص درس الضمائر كله. روان. ولاي قعدة دي اهلا ونسهلا يا روان. طيب حلوة كده تمام. نبدأ. يبقى الجملة الاسمية تتكون من اسم من مبتدأ وخبر. والمبتدأ ده بيكون اسم معرفة او ضمير. اسم معرفة ازاي? اسم معرفة يعني كلمة فاقل فلام او او مثلا شخص اسم شخص او اسم مكان. تمام? والخبر انه خبر مفرد. خبر جملة. خبر شبه جملة. وندي مثال على كل حاجة. خبر مفرد. اه هنقوم له حالين جملة. الجملة يتنقسم الى جملة اسمية وجملة فعالية. وشبه الجملة بينقسم الى جر مجرور او ظرف. والظرف بينقسم الى ظرف مكان وظرف زمان. ندي بقى مثال على كل حاجة. المبتدأ اللي هو اسم معرفة. اسم معرفة زي العلم نور. التلميذ مبتهد. مصر بلده. خلاص كده. الامن والامان دي مضافة ليه بقى بعد كده. يعني ما فيش مشكلة. تمام? اه او ضمير. هو مجتهد. قص بقى معي. عند اتناشر ضمير. اتناشر ضمير. تمام? الاتناشر ضمير دول. لما اجا شوفهم. ايه هو الاتناشر ضمير. الاتناشر ضمير دول. اول ما شوفهم يتعاربوا مبتدأ. قعدهم كده الاثناشر. هو ضمير غاق. هو هي هما هم هنا. تمام? ده ضمير غاق. ضمير مخاطب. انت انت انتما انتم انتنا. ده كمان خمسة وخمسة يبقى عشرة. وضمير متكلم انا ونحن. ويبقى كده اتناشر. الاثناشر ضمير الدول يتعاربوا مبتدأ. اتناشر ضمير يتعاربوا مبتدأ. لو قم في البداية في الجملة في الاول او في النص او في الاخر يتعاربوا مبتدأ. تمام? والجملة الاسمية. الخبر بتاع الجملة الاسمية. زي الخبر مفرد. خبر مفرد زي العلم هو مكتهد اللي فوق دول. اصلا. لو قلت انا ذكي. ده مبتدأ وخبر. تمام? الخبر الجملة الاسمية زي العلم فوائده كثيرة. يعني ايه خبر جملة اسمية اللي قبل سنة ستة مايركز معا في الحتة دي اللي في سنة رابعة وفي سنة خمسة مايركزوش معاي. تمام? لكن آآ اللي في سنة ستة آآ قولي اعداد تانية اعداد تانية اعداد اللي جاي بعد كده كله يركز معايا قوي 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 في الحتة دي. العلم فوائده كثيرة. العلم مبتدأ. العلم مبتدأ. طب الخبر تعرفه زي ما صار الخبر تعرفه تسأل عنه بماله. الخبر تسأل عنه بماله. تاني. الخبر بسأل عنه بماله. العلم ماله. فوائده كثيرة. فوائده كثيرة دي هي الخبر بتاع كلمة العلم لأنه أنا بسأل ماله. تمام? يبقى العلم مبتدأ. ما جيش اقول فوائده خبر لان لو قلت العلم فوائده هو سكت. ما لو قلت العلم كثيرة برضو ما فهمتش حاجة يبقى دي برضو مش جملة لكن العلم ما له فوائده كثيرة أنا كده فهمت الجملة يبقى الخبر هو اللي لازم يأتي يتمم معنى الجملة تمام؟ الخبر هو اللي بيأتي يتمم معنى الجملة تمام؟ يبقى العلم فوائده كثيرة تبع عارف فوائده كثيرة دي ايه؟ فوائد اه ده فوائد دي اسم يعني عريبة خبر احنا قلنا ما ينفعش عريبة خبر يبقى فوائد دي مبتدأ طيب ما احنا عندي العلم مبتدأ آه يبقى فوائد مبتدأ ثاني ما تزعلهاش يبقى فوائد مبتدأ ثاني وانه لسه حالا اي ضمير يتصل باسم يتعارب مضاف إليه يبقى لها دي ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه وكثيرة خبر لكلمة ها العلم ولا فوائد خبر لكلمة فوائد يبقى فوائد مبتدأ كثيرة خبر والجملة الاسمية فوائده كثيرة خبر لكلمة العلم خبر لكلمة العلم برعب عليكم يبقى العلم ماله فوائده كثيرة يبقى فوائده كثيرة ديته الخبر بتاع كلمة العلم أيوة كده أنا عايز حد ناس تبقى مصحصحة ومركزة معايا علشان نقدر ان احنا نفهم كويس تمام نيجي بقى بعد كده لجملة تانية لالخبر الجملة الفعلية الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى وقصدت ان انا اجيب جملة يعني ندي فاهم علومة تمام وفي نفس الوقت يبقى عندنا فكرة عنها كويس ناخد كده فكرة عن يعني ايه الرحمن على العرش استوى يعني الرحمن هو الله سبحانه وتعالى وده اسم من اسماء الله الحسنى المشركين وكريش والعرب ما كانوش يعرفوه ما كانوش معتريفين بيه اصلا نركز معاني كانو كانوش يعني ايه مهتمين بيه فا اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انا سجدوا لي ما تأمرنا هو اي حد تقول لنا نسجد له نسجد له تمام فالرحمن هو اسم من اسماء الله الحسنى تمام على العرش استوى استوى اي على يعني الله سبحانه وتعالى استوى وعلى واخذ كما كانه فوق العرش تمام واحد سأل الامام مالك وقال له يعني ازاي يعني ازاي على العرش استوى ازاي تمام فقال الامام مالك الاستواء معلوم طالما ربنا قال على العرش استوى يبقى هو استوى الاستواء معلوم والكيف مجهول والكيف مجهول ازاي دي الله اعلم هو الاستواء يبقى هو استوى يبقى الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والايمان به واجب يعني لازم طالما ربنا سبحانه وتعالى طالما ربنا قال الرحمن على العرش استوى يبقى هو استوى تمام طيب ايه بقى هنا فين الجملة بقى وفين الخبر الرحمن مبتدأ الرحمن انا لسه ايه الحال ان الخبر بسأل عنه بايه بماله الرحمن ماله الرحمن استوى يبقى استوى دي فعل ماضي استوى فعل ماضي تمام طالما الخبر بسأل عنه بماله طلع فعل ماضي يبقى دا خبر جملة فعلية ما ببصش على العرش لو قلت الرحمن على العرش ماله انا لسه برضو ما فهمتش الجملة طيب شبه الجملة العلم في الكتب احوانت انا فهمت الجملة هنا العلم ماله في الكتب يبقى العلم مبتدأ وفي الكتب دا شبه الجملة طبعا في حرف جر والكتب اسمه جرور طيب شبه الجملة الظرف والظرف بينقسم الى ظرف زمان وظرف مكان ظرف زمان وظرف مكان ظرف الزمان دا عامل ازاي حد يعرف يجب لي جملة فيها خبر ظرف زمان طبعا جملة فيها خبر ظرف مكان دي سهلة اللي هو مثلا لو قلت على عصفور فوق الشجرة لو قلت مثلا الكتاب فوق المكتب تمام مش عارف ايه تحت الشمس بين الاشجار يعني اي حاجة من دي هتبقى دا ظرف مكان حد يعرف يجيب لي يكتب لي كده في الشات خبر جملة خبر ظرف زمان مريم احمد تانية سنوي سامعة تمام يا سامعة يارب تكون بس فيمت كويس مش عارف مين كتب حد يرد علي قول سؤالك ونحن نرد علي اه روان لا روان انت بتقول استوى خبر لا استوى مش خبر يا روان استوى فعل استوى فعل فعل ماضي تمام استوى فعل ماضي لكن الجملة الفعلية استوى والفعل ضمير مستطق هو في محل رفع خبر ارواان في كتب صح اكلته صباحا طيب ارواان بتقول خبر ظرف زمان اكلته صباحا طب بالله عليك يا ارواان الجملة دي اسمي اولا فعلية ارواان في تانية سنوي اخذ بالي اقول يعني هو خبر هيجي في جملة فعلية ازاي يا ارواان سارة قالت جملة برضو زي تشرك الشمس من الشرق ما فيش اصلا لمبتدأ ولا خبر يا سارة اللي انت كتبها دي جملة فعلية اللي بعدها مش كاتب اسمه لكن ذهبت الى المدرسة صباحا للأسف برضو جملة فعلية لكن انا عايز جملة اسمية عشان اخلي الجملة فيها خبر يبقى لازم اخلي يا شباب الاول الجملة اسمية لازم اخلي الخبر الجملة كلها تبقى جملة اسمية عشان اجيب المبتدأ وبعد كده اجيب الخبر روان اه روان فعلية طب كويس هتبقى لك ان انت كتبقى جملة فعلية مش اسمية ازاي هتبقى جملة فعلية روان وفيها خبر ازاي جملة فعلية تقوم من فعل وفاعل ومفعول لكن ما ينفعش ابدا ابدا يبقى فيها خبر يلا يا شباب انا ذهبت الى المدرسة صباحا طيب بصي معي برضو انا مش عارف اسمك مش بيظهر معي انيوز انما مش اسمي بتظهر انا ذهبت الى المدرسة حلو انت كده خلت جملة اسمي لان انا دي ضمير والضمائر ارتفقنا انها تعرف مبتدأ بس انا مالي وانا الخبر بسأل عنه بمانه انا مالي انا ذهبت الى المدرسة يبقى الخبر هنا جملة فعلية مش شبه جملة يعني ما ينفعش اقول انا صباحا دي ما تبقاش جملة جاء الغروب حين غروبة الشمس مريم احمد دي جملة فعلية مريم دي جملة فعلية نركز علشان انتو بتكتبوا جملة فعلية وبتقولوا ان هي فيها فعل اللي انتو كدبنوا ده جملة فعلية ها شباب حد تاني عنده اجابة ما فيش حد عنده اجابة للأسف طيب اقول انا ظرف زمان لو قلت الاجتماع غدا الرحلة صباحا الخروج متأخرا تمام ده ظرف زمان وظرف مكان لو قلت مثلا الرحلة بعد الفجر ده برضو ظرف زمان ظرف المكان الاصفر فوق الشجرة وده قلنا طيب احنا قلنا دلوقتي الظرف الزمان وظرف المكان في حاجة بعد ظرف الزمان والمكان بيجي بتتعارب اسمها مضاف اليه وده حاجة مهمة جدا 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 عايزين نعرفها ونراجع عليها لانه درس في غاية الاهمية درس في غاية الاهمية ظرف الزمان وظرف المكان اللي بيجي بعدهم بتعارب مضاف اليه دايما واحنا كنا في الابتدائي مدرسين الابتدائي بغلطوا غلطة كبيرة قوي قوي في حقنا وقلونا اي حاجة بتيجي بعد الجر والمجرور تعرب مضاف إليه وده والله غلط ما فيش حاجة اسمها بعد الجر والمجرور مضاف إليه ده غلط كبير جدا 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 الجر والمجرور بيتعرب جر ومجرور واللي بيجي بعد الجر والمجرور بتعرب حسب موقع في الجملة عادي خالص ومال إيه موضوع المضاف إليه ده المضاف المضاف إليه كلمة اللي قبل المضاف إليه اسمها مضاف ودي بتعرف حصها بموقعها في الجملة والكلمة اللي بعدها اسمها مضاف إليه تمام ضفق الماء إلى الكوب أصبح الماء مضاف والكوب مضاف إليه الماء تمام الأمثلة لو قلت لعبنا في فناء المدرسة لعبنا في فناء الفناء بتاع المدرسة الفناء بتاع المدرسة آه من هنا خلاص فيه إنت كان بقى أن المضاف إليه بسأل عنه بتاع إيه أظن سهل المضاف إليه بتاع إيه المضاف إليه بتاع إيه ركز بقى معي أسرع سائق السيارات أسرع سائق السيارات السائق بتاع ايه بتوع السيارات أسرع سائق أسرع من الأسرع السائقون إذا حداك بتقول السائقون إزاي سائقون بقت سائق السيارات أما للنون وقت منك مصر وإيضا غلطة كبيرة لا يا حبيب عند الإضافة بنحذف نون الجامع ونون المسنة عند الإضافة بنحذف نون الجامع ونون المسنة الجامعة بتوعه ثالثة إعدادي وأولا سانة وتانية سانة وتالتة سانة ومعايا مركزين نركز قوي 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 في الكلمة دي في الجملة دي أسرع سائق السيارات هي المفروض جامع سائق سائقون تمام؟ أما للنون راحت فين؟ النون اتحذفت عشان بعدها مضاف إليه خدت بالك أن أنت عندك درس مهم جدا أول درس عندك الثالثة إعدادي اسم المنادة وأول نوع فأنواع المنادة اسمه منادة مضاف عند وضع المنادة المضاف في حالة المسنة أو في حالة الجامع بنحذف النون المنادة المضاف في حالة المسنة وحالة الجامع بنحذف النون مثال يا معلمي المدرسة يبقى ده منادى مضاف يا معلمي المدرسة جامع معلم معلمون ومعلمين هي هنا منصوبة تبقى يا معلمين بس لو خلتها يا معلمين المدرسة يبقى منادى شبيه بالمضاف لو يا معلمين المدرسة يبقى منادى شبيه بالمضاف إنما هو يا معلمي المدرسة يبقى منادى مضاف شوف الفرق ما بينهم الكبير طيب يا معلمين يبقى منادة نكرة غير مقصودة يا معلمين منادة نكرة غير مقصودة عايزة حول يا منادة نكرة مقصودة يا معلمون بس وقفل الجملة على كده واجب بعدها جملة جديدة ده مراجعة سريعة على درس المنادة على من يبقى نروح له إن شاء الله في ثالث قعداتي وفي ثالث سنة بص كده جمعة الجملة دي ابتعد عن قرين السوق القرين بتاع السوق القرين بتاع السوق يبقى السوق مضاف إليه بتاع إيه أو بتاع مين تمام يبقى مضاف إليه طيب بعدها كمان مشينا على شاطئ النيل الشاطئ بتاع إيه بتاع النيل إذن مصدر طم هو جاي بعد المضاف إيه بعد الجر ومجرور عن قرين على حرف جر وقرين اسم مجرور بالكسرة والقرين بتاع السوق يبقى مضاف إليه وعلى شاطئ على جر ومجرور وشاطئ اسم مجرور يبقى النيل مضاف إليه أيوة صح جاية بعد الجر والمجرور مضاف إليه لكن مش دايما مش دايما ما فيش حاجة اسمها لازم اللي يجي بعد الجر والمجرور يبقى مضاف إليه تمام ولو لاحظ هتلاقي ان المضاف إليه لازم يجي كلمة ناكرة بعدها كلمة معرفة أو بمعنى صح اسم ناكرة بعدها اسم معرفة يبقى مضاف إليه بيكون اسم وبيكون قبله المضاف اسم وده بيكون مضاف إليه بيكون معرفة والكلمة اللي قبل بتكون ناكرة لكنها أصبحت معرفة لما أضفط ليها الكلمة ماشفاه لما أقول لك كتاب كتاب دي ناكرة ولا معرفة كتاب أي كتاب وكمان ممكن احط لها تانوين كتابا 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 يبقى دي كلمة ناكره يبقى دي كلمة ايه ناكره طيب حط لها بعد كده كتاب الطالب او كتاب بتاع مين بتاع الطالب والطالب هنا مضاف اليه اصبحت معرفة حددت الكتاب بتاع مين بالزبط تمام يبقى اصبحت معرفة درسة ده في غاية الاهمية عمر ياسر احسنت عمر الوقت غروبي عمر الوقت مبتدأ وغروب خبر لانه غروب مش ظهر في حبيبك تمام ماريا محمد سعد الماء امس تلج لأ الماء وثلج يبقى ده الجملة ماريانا تمام ما ينفعش اقولي الماء امس دي مش جملة انت كاتب معلش حد يرد عليها ومش كاتب اسمك ومش كاتب انت عايز ايه اكتب السؤال بتاعك والله انا اجوب لك عليه ان شاء الله الليل ومساء صح طيب الرحلة وغضم مريم احمد صح بس ما لها بتقول السيارات مضاف اليه لان اسرع او اسرع سائقة السيارات لان اسرع نكرة لا اسرع دي مش نكرة بس ما لها اسرع دي تفعل وسائقه معرفة ونكرة زائد معرفة مضاف اليه هي نكرة زائد معرفة مضاف اليه صح تمام بس يا بسملة لانا بقولك علي دي اسهل بتاع ايه مضاف اليه بتاع ايه السائقه بتاع ايه بتاع السيارات وفيه غلطة كبيرة اوي يا مريم يا بسملة فيه غلط كبير اوي 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 في الجملة اللي انت كتباها لو انت في تالت اعدادي او بعد تالت اعدادي يبقى دي غلطة كبيرة هقولك عليها حالا هرجع تاني للمثال للشريحة القبل كده واشرحها ده تحزف النون عند الاضافة احسنت يا مريم ده اللي احنا منقوله تمام روان كانت نكره وبعد كده يا روان لما حطت لها كتاب الطالب بقيت معرفة احسنتي شاهدت المباراة امس اليوم اه لا شاهدت برضو جملة فعلية اخد بالك دي مش جملة اسمية خالص تمام عشان بسملة ارجع تاني للمثال ده لان هي كتبت حتة مهمة اوي كتبت اسرع سائقه السيارات وراحت حتى بعد سائقه الف على اساس ان هي الف الجمعة هل ده صح ولا غلط هل انا اللي غلطان ولا هي اللي غلطانة ما حدش يقولي لا اكده اللي غلطانة لا على فكرة احنا بشر واي حد ممكن يغلق بس هل هي انا اللي غلطان ولا هي اللي غلطانة هل اسرع سائقه احط الف مد بعد الواو ولا لا 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 ما حطش الف المد ليه ما حطش الف المد علشان هنا الكلمة دي جمع جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم الالف توضع في حالة الفعل الالف طرب في حالة الفعل يعني مثلا لو قلت يسرعوا احط الف يزاكروا احط الف تمام يبقى دي الالف اللي تتحط بعد الواو الجمع تتحط في حالة توضع في حالة الفعل فقط وليس في حالة الاسم طيب امثلة بقى كده سريعة حب النظافة من الايمان حب بتاع النظافة يبقى النظافة مضاف اليه قد بقى لكم عشان ان تلتة سنوي بيستسهلوا بالدرس ده وبيقوم جاي لهم في الاعراب بيغلطوا يعني تخيلوا ان هو درس مثلا في سنة خمسة ابتدائي ويجي اللي بتوع التلتة سنوي ويغلطوا فيه بتبقى حاجة بصراحة فضيحة كراءة الصحيفة تخبرنا باحوال التقس كراءة بتاعة الصحيفة محدش يقولي بقى ان كراءة دي جاي مبتدأ يبقى اللي بعدها خبر احنا مش بنرس الكلمات ورا بعضها اللي مبتدأ يجي بعده خبر احنا لسه ايني الخبر بيسأل عنه بماله كراءة الصحيفة مالها تخبرنا يبقى تخبرنا ده فعل مضارع محدش يقولي تخبرنا خبر وقالي بقى ده بوزنا كل اللي فات تخبرنا تخبر فعل مضارع تمام كراءة الصحيفة كراءة بتاعة الصحيفة مالها تخبرنا ده فعل مضارع والجملة الفعلية تخبرنا بأحوال الطاقس في محل رفع خبر لكلمة كراء بأحوال الطاقس الأحوال بتاعة الأحوال بتاعة الطاقس يبقى الطاقس مضاف إليه زيارة الأقارب واجبة الزيارة بتاعة الأقارب لا سنة واحدة منصر انت اخبطتنا في الجملة اللي قبلها انت قلت الصحيفة المضاف إليه ولا الطاقس ايه المضافئة ايه? عادي. ده ممكن عشرة مضافئة ايه ايه وربعة. انا لو قلت مثلا احوال طاقس جمهورية مصر العربية مستقرة. احوال مبتدأ. احوال بتاعة الطاقس. يبقى مضافئة ايه? طاقس بتاع جمهورية. اذا مضافئة ايه? جمهورية بتاعة مصر. يبقى اذا مضافئة ايه? بقى ثلاثة مضافئة ايه وربعة. ده ممكن اربعة أو ممكن خمسة مضاف إليه وربعة لا فيش أي مشكلة تمام؟ زيارة الأقارب واجبة زيارة بتاعة الأقارب ببقى الأقارب مضاف إليه مجرور بالكسرة مبادئ الإسلام عظيمة مبادئ بتاعة الإسلام بقى الإسلام مضاف إليه مجرور بالكسرة برضو طيب لو جاب لك صورة وقال لك عبر عن الصورة دي بجمل فيها مضاف إليه ويدا هسيبكوا كده دقيقة أو لا دقيقة دقيقة 30 سنة كل واحد يكتب لي هو شايف إيه قدامه في الصورة ويعبر عن اللي هو شايفه ده بمضاف إليه بسرعة بسرعة تمام يا مريم؟ الوعو الجماعة لا توضع إلا في حالة الفعل فقط في حالة الفعل مش في حالة الجملة الفعلية يا مريم عاوز بقى الناس تقول لي تشوفي كد إيه اللي موجود في الصورة وتقول لي إيه اللي شايفاه بيه وتعبر عنها بمضاف إليه طيب ناخد الإجابات كده بسرعة سارة بتقول رمال البحر ساخنة أحسنت يا سارة ممتازة رمال البحري رمال بتاعة البحر ساخنة كوب الشاي مليء بالشاي كوب الشاي مليء كوب بتاع الشاي كوب الشاي ممتازة مش تمام عمري بتقول كوب الشاي ساخن مونة بتقول كوب الشاي ممتلئة تمام روان بتقول الشاي على طاولة أخي أخي تبقى مضاف إليه أحسنتي الناس مبدعة والله هو ينفع هذا شاي المسافر تنفع طبعا هذا مبتدأ وشاي خبري بس هذا بعيز إجابة صحي هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ ده على حزب أنت في سنة كام لو التانية أعدادي فأكثر هقول دمير اسم إشارة مبني الكأس موضوع موضوع فوق المنددة وصحراء مصر واسع أحسنتي يا عمار برافو رأيت آثار قرب الشاطئ يبقى الشاطئ المضاف إليه أحسنتي يا مريم ممتازين يبقى دي كوب الشاي آثار الأقدام ودي موج البحر شلال الماء بخار الماء سحاب المطر أي أن كان تمام نجي بايردو مراجعة كده سريعة على الجمل فيها مضاف إليه تمام أو عايز الجملة دي تبقى فيها مضاف إليه الآباء مناقشتهم مفيدة الآباء مناقشتهم مفيدة ها مين يجاوب بسرعة الآباء مناقشتهم مفيدة تبقى أيوة مناقشة الآباء مفيدة الأقارب زيارتهم واجبة تبقى زيارة الأقارب الزيارة بتاعة الأقارب واجبة راشد هوايته ممتعة يبقى هوايت راشد الواية بتاعة راشد الإسلام ومبادئه عظيمة يبقى مبادئ الإسلامي عظيمة الإسلام مضاف إليه كمان إعراب المضاف إليه المضاف إليه دايما مجرور المضاف إليه دايما مجرور بسأل عنه بتاع مضاف إليه دايما مجرور مضاف إليه دايما مجرور تمام؟ مع ملاحظة علامات الجر آه قلناها الحصة اللي فاتت لكن نقولها الحصة دي وهنقولها الحصة الجاية ونقولها اللي بعدها مش معنى يعني لان ده عليها نص درجة الاعراب بتاع الامتحان الجدول اللي قدامك ده عليه نص درجة الاعراب الاعراب بيكون عليه ست درجات الجدول اللي قدامك ده عليه تلت درجات في الامتحان تمام الاسم بيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة وزيه بالضبط جمع التكسير جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة جمع المذكر السالم يرفع بالواو ينصب بالياء يجر بالياء حد شاطر لا مش شاطر حد ممتاز يقول لي سؤال صغير كده في سنة خمسة هو ليه اسمه مؤنس سالم وليه مذكر سالم مؤنس لأنه هو اسمه واحدة او في حاجة تدل عطاء المربوطة ومذكر لأنه مفخوش علامة التقنيس انا فاهم دي ليه سالم هو ليه اسمه سالم تمام يلا من يجاوه من يقول لي هو ليه اسمه مؤنس سالم ومذكر سالم ليه كلمة سالم ده كلمة سالم دي جاه هنا بتعمل ايه علامة جاوبة وكده وتفكروا فيها نكن قلنا بايه تلحاجات المسنة يرفع بالألف وينصب بالياء الساكنة ويقر بالياء الساكنة الأسماء الخامسة ترفع بالياء تمام الأسماء الخامسة دي الأسماء الخامسة دي عليها بدور هنقولها المرة الجاية إن شاء الله الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة بإذن الله طيب محدش يجاوبني ليه أنا ليه بقول عليه مذكر سالم وليه بقول عليه مؤنس سالم طبعا لازم ناخد سكرين شوت مهم جدا 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 من الشاشة اللي قدامنا دي وإنذكرها كويس معاجد بحركة تيرا صح الشاي بمنظره بديع آه يا مريم هتزعليني منك فين المضافي اللي هي هنا الشاي ماله منظره بديع ده الخبر ونوعه جملة اسمية ما فيش عندي هنا مضافي لي يا مريم معايز زيارة الأقارب واجبة خراص دي هلناها معايز روية راشد براشد رويةه تمام معايز مرتاز سما سالم مغرضة أو إيه مفضع من التغيير هي يا سما يعني إجابتك صح تمام يعني ما فيش تغيير على المفرد بتاعه عمار بيقول سمية لأن أصل الكلمة سالمت من التغيير برافو عمار ممتاز يا عمار ما شاء الله عليك تمام يبقى سالم لأن أنا مغيرتش في حاجة مغيرتش في حاجة يعني إيه تعالي كده على كلمة معلم هات الجامع بتاعها معلم بحط لها وونون أو معلم بحط لها ونون تبقى معلمون أو معلم مين يبقى حطت وونون أو ياوانون على كلمة معلم وكلمة معلم زي ما هي يبقى أصبح ده جامع مذكر سالم يعني إيه سالم؟ يعني ما غيرتش حاجة في الجملة في الكلمة ولا كثرت حاجة في الكلمة تمام؟ وزيه بالظبط الثاني طيب المضاف إليه المضاف هو ليس يعراب لكلمة ما ولكنه من الممكن أن يكون في أي موقع عرابي اللي هو الكلمة اللي قبل المضاف إليه دي ما بنعاربوش بيعرب حسب مقافة الجملة ممكن يجي مبتدأ ممكن يجي خبر ممكن يجي فاعل ممكن يجي مفاول به وممكن يجي حال تمام؟ ومم ما يجيش مش لازم بعد الجر والمجرور مضاف إليه ودي مهمة جدا 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 قد يتعذر المضاف دي قلناها زي مثلا كتاب تلميذ مدرستنا جديد كتاب بتاع تلميذ بتلميذ مضاف إليه تلميذ بتاع مدرستنا مدرستنا مضاف إليه والنال اللي في كلمة مدرستنا مضاف إليه تمام؟ جنود جيش مصر شجعان الجنود بتوع الجيش والجيش بتاع مصر والمصر والجيش بتاع مصر يبقى ده كله مضاف إليه تمام طبعا الجنود مبتدأ وشجعان خبر قضية المضاف إليه بعد كلمات محددة ودي لازم تتحفظ كل وبعض وأي وسوى وغير ومعظم وظرف الزمان وظرف المكان دول على طول بيجي بعدهم مضاف إليه بيجي بعدهم مضاف إليه وطبعا المضاف إليه بيكون مجرور دايما المضاف لا يمكن أن ينون ودي حتى بقى في تلتة أدادي وتانية وتلتة سنوين يازم يركزوا فيها تمام معلم النحو علشان أجمعها أو أخليها مثلنا أقول معلماء اللغة العربية أو معلماء النحو أو معلموا النحو تمام يبقى أحزف النون مش أقول ما ينفعش أقول معلماء للغة العربية أو معلمون اللغة العربية لأ اللي جاي بعدها مضاف إليه يبقى أحزف النون في حالة المضاف إليه تدريك كده ده خط تحت المضاف إليه طبعا طولت شوية في المضاف إليه لأنه درس مهم جدا في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة خط تحت المضاف إليه وخطين أو خط تحت المضاف إليه وخطين تحت المضاف لأ خط تحت المضاف وخطين تحت المضاف إليه وقف التلميذ على منصة المسرح وقف التلميذ على منصة المنصة بتاعت إيه بتاعت المسرح يبقى منصة ده حط تحت خط واحد والمضاف إليه حط تحت خطين وسائل المواصلات متنوعة الوسائل بتاعت المواصلات يبقى المواصلات مضاف إليه عرضت صحيفة الفصل أمام المعلم عرضت صحيفة صحيفة بتاعت الفصل يبقى الفصل مضاف اليه تمام طا استنى امام المعلم احنا لسه يلين الظرف الزمن والمكان اللي بيجي بعدهم بتاع المضاف اليه على طول يبقى المعلم برضو مضاف اليه طاقف الطيور على غصون الاشجار طاقف الطيور على غصون الاشجار الاشجار يبقى الاشجار مضاف اليه امتعت الصفر جاهزة امتعت بتاعت الصفر يبقى الصفر مضاف اليه الاسلام ودين العدل الاسلام ماله ودين دين بتاع ايه مضاف اليه دين بتاع العدل يبقى العدل مضاف اليه ارتفع صوت المؤزن الصوت بتاع المؤزن تمام برضو مضاف اليه حبل الكاذب قصير الحبل بتاع الكذب يبقى الكذب مضاف إليه دعم مضاف إليه مناسب في الفراغ جزع نقط طويل أكيد جزع بتاع الشجرة طبعا ثوب نقط جديد نحط هنا أي اسم معرفة ثوب الرجل ثوب المرأة ثوب المعلم ثوب الطفل ثوب التلميذ ثوب أي حاجة أي كلمة تبقى معرفة مدارس نقط متطورة مدارس مصر متطورة مدارس الجمهورية متطورة مدارس المدينة متطورة مدارس العاصمة متطورة أي كلمة فيها أي كلمة معرفة عصير نقط لذيذ شوف بقى أنت بتحب عصير إيه هل تحطه برتقال عصير الليمون عصير النعناع أي حاجة فها معرفة أهم حاجة تكون معرفة عين المضاف إليه وعلامة أعرابه قام كل المعلمين بالمشاركة في الندوة قام كل المعلمين كل اللي بيجي بعده كله أصلا مش محتاج أن انت تسأل دي بتاع مين وبتاع إيه والكلامنا كله أي حاجة بتيجي بعده كل وبعض وأي وغير وسوى تعرب مضاف إليه يبقى المعلمين تعرب مضاف إليه مجروب الكسر دخل الطلاب حديقة المدرسة حديقة بتاعة المدرسة يبقى المدرسة مضاف إليه عاد المسافرون من مدينة الإسماعيلية المدينة بتاعة الإسماعيلية يبقى الإسماعيلية مضاف إليه استشهد الشباب في طورة الخامس والعشرين من يناير يبقى طورة بتاعة الخامس يبقى برضو مضاف إليه فازت لوح الطالبين في المسابقة الواحي بتاع الطالبين يبقى الطالبين برضو مضاف إليه طارت العصافير بين المزارة المزارة ما فيش حاجة هي نسأل بها بتاع ايه وتعمين بس بين عندك ظرف بين ظرف و اي حاجة بتجيب بعد الظرف تتقريب مضاف إليه نجة السفينة من حالة الغرق من حالة اه حالة بتاعة الغرق يبقى الغرق مضاف إليه ساعته اخي الصغير في رسم اللوحة الرسم بتاع اللوحة يبقى اللوحة مضاف إليه عاد الطلاب من المدرسة عند الظهيرة فيش حاجة هي نسأل عنها بتاع ايه ولا بتاع مين لكن كلمة الظهيرة قبلها عندها و عندها دي ظرف يبقى اللي بيجي بعد الظرف على طول بتقريب المضاف إليه مجروب الكسرة قام على فكرة الظرف على طول منصوب و دي قلناها قبل كده قبلها قلناها الحصة لفاتت اي ظرف منصوب تمام من ما عدم طول تانية دي ركزه معاي حيث و منذ و الآن و أمس حيث و منذ و الآن و أمس حيث و منذ و الآن و أمس ده ظرف مبني ظرف زمان مبني تمام مبني على الفتح أو على الضم و على سكن بس هو مبني قام المصريون القدماء ببناء الأهرامات البناء بتاع الأهرامات يبقى الأهرامات مضاف إليه آخر حاجة إزاي عربت و دي آخر حاجة نختم بيها أنا عايزة أعرب الكلمات اللي دعطاها خط دي و أنا مزود كلمات علشان نقدر أن احنا نعرفها برحيتنا و أعلمك إزاي تعرب أنا عايزة أعرب مثلا كلمة رسالة عشان أعرب كلمة رسالة دي أنا عشان أقرأ أمقل إيه السلام و رسالة الأديان السماوية تمام فأنا ماشي من اليمين للشمال بدأت من كلمة السلام بعدها رسالة وبعدها الأديان بعدها السماوية عشان أعرف بقى بقف عند الكلمة اللي أنا عايزة أعربها و أمشي عكسي للتجاه أشوف قبلها إيه لحد ما أجيب بداية الجملة رسالة قبلها كلمة السلام قادل تجيب الجملة لأن هي قبلها أصلا أول كلمة في الجملة يبقى السلام مبتدأ طب هو عايز كلمة رسالة مش عايز كلمة السلام لازم أعرف الكلمة اللي قبلها لازم أشوف الجملة إسمية ولا فعالية الجملة الإسمية قلنا بتتكون من مبتدأ و خبر والجملة الفعالية بتتكون من فعل و فاعل و مفعول تمام يبقى لازم أشوف الكلمة اللي قبلها الاول قبل ما اعرب الكلمة انفعش اروح اعرب على الكلمة على طول تمام بس لوحد عنده سؤال تمام دي كلها ناس مجاوبة معز وروان وصارة ومريم تمام يا مم مريم اهي سما بتقول المعلمة بتاعتي بتقول لازم المضاف اليه يكون فيه الف ولان بصوا كواعد النحو مفهاش الحفظ بتاع الكلام ده خالص يعني مفيش حاجة اسمها اللي بيجي بعد الجره والمجرور بيبقى مضاف اليه مفيش حاجة اسمها المضاف اللي لازم يجي فيه الف ولان الكلام ده مش مزبوط الكلام ده مش مزبوط تمام المزبوط ان لازم المضاف اليه يكون اسم معرفة وقابله نكره اسم معرفة ويكون الكلمة اللي قابله نكره واسأل عنه بتاع مين او بتاع ايه اسأل عنه بتاع مين او بتاع ايه مفيش حاجة اسمها المضاف اللي لازم يجي بقى فيه الف ولان ومفيش حاجة اسمها مضافئ ليه لازم فيه تأم مربوطة والمضافئ ليه لازم بقى مش عارف كذا ما فيش الكلام ده ما فيش حاجة اسمها قواعد سبتة في النحو. تمام? لازم اكون فاهم القعدة واطبق منها. ماشي يا سلمة? يا سلمة اسف. انت يا معاز ما شاء الله عليك. تمام ماشي. طيب نركز انا بقى. يبقى رسالة السلام ماله السلام مبتدأ ورسالة خبر. خدت بالك ان انا بسأل الخبر عنه بماله. الخبر بيسأل ماله. الاديان الرسالة بتاعة الاديان الرسالة بتاعة الاديان. يعني يبقى الاديان مضاف اليه مجرور بالكسرة. تمام? السماوية نعت. الاديان السماوية بوصف الاديان بانها السماوية. مفيش ما فيش حاجة اسمها برضو النعت بيجي كلماتين اتنين فهم ال a secondo الاف ولما الربعة. لأ. النعت كلمتين اتنين الكلمة التانية بتوصف الكلمة الاولى. بيجي ورا بعض الاتنين معرفة او ان الاتنين نكره. لكن ما فيش حاجة اسمها ال و ال على طلط تبقى نعت. لازم تكون بتوصف. تمام? وإلا ممكن اقول ايه? كتب الطالب الدرس. ينفع قول قلب و الف. يبقى نعت? لا طبعا. لازم تكون بتوصف. تمام? فصلة. اه. شايف انت الفصلة دي? الفصلة دي يعني اللي جاي ده بداية جملة جديدة خالص ملاش اي علاقة بلا قبلها. تمام? طب ده قبلها واو. يبقى عريبها اسم معطوف اوع. في فصلة. والمعطوف والمعطوف عليه لا يأتي بينهما فاصل. المعطوف والمعطوف عليه لا يأتي بينهما فاصل. يبقى الواو دي ولا اكنك شايفها. تمام? يبقى ثمرة. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه. الضم. تمام? ثمرة كبرى. من ثمار. سماوية وثمرة. اه ثمرة دي اسم معطوف على كلمة رسالة. والفصلة دي مع ملاحظة نائز. تمام? وثمرة كبرى من ثمار. من حرف جر. وثمار اسم مجرور بعد عمين وعلامة الجر الكسرة. الثمار بتاعة الحركات. يبقى الحركات مضافة اليه مجرور بالكسرة. التي مر بها مرت بها الانسانية. فصلة. وناضلع. في فصلة. يبقى ده انا نجملة جديدة. ناضلع. فعلي ماضي مبني على الفتح. ناضلع. فعلي ماضي مبني على الفتح. وناضلع في سبيله المفكرون والمصلحون. من اللي ناضل? المفكرون. يبقى المفكرون دي فاعل مرفوع علامة رفعوا الواو. تمام? ناضلع اسمها واو. مش واو. اسمها واو. لما يكون واحد اسمه بيبدأ بحرفه زي وليد. وا وا. وليد. مش وليد. تمام? وائل. طيب. وناضلع في سبيله المفكرون والمصلحون. املا. لماذا ناضلع المفكرون والمصلحون? املا. لماذا؟ يبقى املا يبقى مفعول لاجله منصوب الفتحة. مفعول لاجله منصوب الفتحة. ممكن يجي حاجة تانية غير منصوب الفتحة? لا. مفعول لاجله مفعول مطلق على طول منصوب الفتحة. املا في حماية في حرف جر وحماية اسمه مجرور بعد فيه. الحماية بتاعة البشرية يبقى البشرية مضاف إلي الحماية بتاعة البشرية بقى البشرية مضاف إلي من العدوان من حرف جر والعدوان اسم مجرور وعلامة الجر وقف. آخر وآلف ونون بس هل ده مسنة? لا ده العدوان مفرد. آه يبقى منجرور بالكسرة. يبقى اسم مجرور بعد من وعلامة الجر الكسرة من العدواني والوحشيتي. تمام? وقد يتحقق السلام وتحقيقا. يتحقق وتحقيقا. يتحقق وتحقيقا. فعله وجايب بعدها اسم نفس الشكل بنفس الكلمة بس دي. فعله دي اسم بالفتحة. لو لقبت باتك معي ان انا ما علبتش ولا كلمة اللي مرجع للي قبلها الاول عشان نشوف بداية الجملة بتاعتها ايه الاول. استخرج مضاف اليه طلعنا كلمة الاديان. وطلعنا كلمة الحركات. وطلعنا كلمة المفاك. آآ كلمة كمان البشرية. تمام? آآ ماشي وما دولي. مفعول لاجله. طلعنا كلمة ثمار. مفعول مطلق. طلعنا كلمة تحقيقا. جايب بعدها كلمة بتبين نوع التحقيق. قد يتحققوا السلام وتحقيقا. كبيرا. يبقى مبين النوع. خبرا. وبين علامة اعرابه. السلام. رسالة. ورسالة. خبر. كلمة واحدة. يبقى مفرد. يبقى ده خبر مرفعه. وعلامة رفعه. اتضمه. الى هنا. نتوقف في او نصل الى نهاية الدرس. بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتم. تكونوا استمتعتم. اشكركم على حسن الاصغاء والاستماع. والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته.